بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة سندرس في هذا الوحدة استخدام الدوال الزائدية العكسية في بعض التكاملات الشهيرة فإذا أخذنا النظرية تحوي على هذه التكاملات لنتذكر قليلا بعض الأشياء عندما استققنا السين أش نائس واحد للإكس فكان مشتق السين أش نائس واحد هو عبارة عن واحد على تحت الجزر إكس تربيع زائد واحد الآن لو جينا كاملنا طرفي هذه العلاقة بمكاملة الطرفين فلحصنا على أن تكامل دي إكس على تحت الجزر إكس تربيع زائد واحد ما هو إلا سين أش نائس واحد زائد سابت التكامل هذا من جهة طبعا لو حطينا بدل واحد اي فنحصل على التكامل دي إكس على تحت الجزر إكس تربيع زائد اي تربيع ما هو هذا إلا سين أش نائس واحد لإكس على اي زائد سابت التكامل لماذا؟ لأنه تحت الجزر إكس تربيع زائد اي تربيع هذه لو أخرجنا الاي يمكن أن أخرج الاي عامل المشترك أمعك إكس على اي للتربيع زائد واحد فلو فرطت اليو هي إكس على اي لحصلنا على أنه اي بي دي يو هي عبارة عن دي إكس إذا عوضنا في هذا التكامل عن كل بما تساوي لحصلنا على تكامل اي بي دي يو على تحت الجزر هذا هو هذا نفسه إذن هذا الجزر هو هذا المقدار وهذا هو يو يعني اي بتحت الجزر يو تربيع زائد واحد الاي مع الاي بتختصر بقوا معي دي يو على يو ولكن دي يو على يو تربيع زائد واحد تحت الجزر هذا ما هو إلا سين أش نائس واحد يو زائد سابت التكامل ولكن اليو هي إكس على اي أي أنه سين أش نائس واحد لإكس على اي زائد سابت التكامل وهي العلاقة الأولى بنفس الإسلوك تماما يمكن الحصول على العلاقة الثانية والثالثة والأخيرة لنأخذ الآن مثال يوضح لنا هذه العلاقات أوجد قيمة التكامل التالي الآن لنأخذ التكامل الأول ولنكتبه بالشكل التالي إن التكامل المطلوب هو عبارة عن DX على تحت الجزر 25 تكتب على شكل 5 للتربيع إذن A هي 5 زائد 9 بتنكتب 3X والكل تربيع الآن بقي علي أن أحول هذا إلى U اللي أفترض أن U تساوي 3X هذا يؤدي DU هي عبارة عن 3DX يعني هذا يؤدي 3DU يساوي إلى DX الآن وبالتالي هنا لو جينا وعوضنا نحصل على 3DU بدل DX على تحت الجزر 5 للتربيع زائد U للتربيع إذن هذا قبل قليل درسنا إذن هذا ما هو إلا واحد على ثلاثة لا ساين أشنائس واحد U على A U على A والA هنا هو خمسة زائد ثابت التكامل ولكن اليوم نعيدها سيرتها الأولى بعد ما خلصنا هي 3X إذن معناتها هي ثلاثة ساين أشنائس واحد 3X على 5 زائد ثابت التكامل وهذا اللي طالع معنا هنا نفس الأسلوب تماما لو جينا إلى هذا التكامل لو جينا وكتبناه بالشكل التالي إن هذا التكامل يكتب بالشكل EOSXPDX على الـ 16 هي عبارة عن 4 للتربيع والـ EOS2X تنكتب EOSX والكل للتربيع إذن نأخذ هذا الـ EOSX ونغير اسمه فإذا سمينا الـ EOSX هي U عنده إذن الـ DU هي عبارة عن EOSXPDX نعود هنا في هذا التكامل فنحصل على بدل البسط EOSXPDX ما هو إلا DU على 4 للتربيع ناقص U للتربيع إذن هذا شهير هو 1 على 4 تنجنت H نائس 1 U على A زائد ثابت التكامل الآن من هي الـ U الـ U هي EOSX زماناتها هي 1 على 4 تنجنت H نائس 1 EOSX على 4 زائد ثابت التكامل وهذا هو هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته